ذكرت أسماء قبل قليل ومهم جداً أسماء الأبطاء المشاركة وبعضهم العلمان طواج لا يرحم سعد الناصر على سبيل المثال وبعضهم احيانا. سعد الناصر في السعودية طبعاً كان في امريكا كان في امريكا . لكن ايضاً. صباح الناصر موجود علي السالم علي السالم كثير. علي صباح السالم ذكرت.워 dei صباح السالم socket. في 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 كان في.見 Juliet手. في السعودية هي ايه. احمد ههد ايضاً كان في السعودية ايه في الطايف. أحمد كان كان يحاشين يقول لي ذبحني. علي جابر الأحمد كان علي ولا نايف نايف اللي تقول اللي جبت اسمه قبر شوية اللي طلع على الوضع. فهد فهد جابر الأحمد كان فيه في الكويت وطلع. الآن بعد التحرير وبعد ما اشتقرت الأمور ابو خالد فيه أسماء بالتأكيد فيه أسماء ما ذكرت يعني ما راح تقدر تحشي كل الأسماء لا شك منت من موري يعني لكن هناك من برز أو أبرز نفسه أنه أمين سر مقاومة. عندكم هذا المنصب تعاملت مع أحد في سعودية ب vrai بهذا المنصب أمين سر المقاومة؟ والله ما سمعت ما تعاملت واحد واحد. ما سمعت لأن المقاومة في الداخل وإذ 열� senior الخارج لا إذا أمين سر المقاومة في الخارج معينت القيادة الكويتية أنت تعاملت اويا سمعت عن هذا المنصب؟ انا كانت اتهي ونويا فئات به أطراف معينة جابرخالد عليه الصباح السلم. الشيخ سالم رحمة الله عليه شيخ سالم صباح. إيه عليس صباح رحمة الله عليه. الشيخ صباح الأحمد ناصر صباح الأحمد ناصر صباح الأحمد كنا ناصر في قضايا سياسية. لازم ناخذ موافقة الشيخ صباح الأحمد فيها في وقتها. لأنها تؤثر على مجرى الأحداث يعني كان تصويت. كنا بنفجر موقع. الموقع بجنب السفارة الروسية. وكنا نبي في ذاك الوقت. ومكان السفارة الروسية ذاك الوقت. وراء قصر الشعب. أوكو قتيل هناك في الزاوية ولا نسيت اسمه. جمع.